مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من حلقات برنامج كاريزما كاريزما اليوم كي يصدف عروسة تشخيص في المغرب للا ابتسام العروسي مرحبا بك شكرا موراد لليغتك نهار كبير هذا ايه تكبر بعد عناء طويل استطعنا أننا نجيبوك اه ليش بعد عناء كنتي غابرة بزاف وسمعنا بأنك بي توتي لدرجة لا تتصور انا من دي ما بي توتي او لكي نزلت فيه او لنا نجيبوك من بلاطو دي التصور بش جيعد من السوديو مرقيناش كنلقاوك شي بلا صخرة لا انا بغيت نغبر شي شوية وطافي مرحبا بيك وفرحانين لأنك معنا تانا فرحانة لكينا معك غير من نتمنى تنقصب في اخرى شي شوية اعلاش حنا مانا نتعطاقين شوية هات كنعرفك اعلاش اختي بالعكس تي صديقة ديالي وعزيزة عليا وعشيرتي وما قدرش نخسر لي تانت صديق ديالي وعزيزة عليا ولكن تتربص للمبيتة ديالك للضيف ديالك واحدك تقلبوشي الناس اللي بغوك والناس اللي بغي يسولوك حل مجموعة من الاسئلة انا غير ساعي الباريد ناس على راسي وعينية مرحبا وتانت على راسي وعينية مرحبا بيك شكرا مباشرة ندوزو الفقرة اللولة ايه باش تعطينا التأشيرة اننا ندوزو برنامج اخصنا نسولوك حل مجموعة من الاسئلة سؤاله ولكي يقول واش تقدري تجوبي على الاسئلة ديالنا بكل روح رياضية انا اكينا باش نجوبي نعم ام لا اكيد واش عندك القدرة انك تقبلي انتقادات ديالنا نعم ام لا اكيد طبعا اخصنا نحن 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 ن زي الضحك نحن نفرحاني إلا كده حكسيني إلاك لا إلا أخطك إلا أنا معاك معايا دوزو السؤال آخرى دوزو واش؟ سمحي لنا أنا مسا أنا مسا بحديك معذكش نقطة أخرى عجبتك اللي ولا؟ لا نلك اللي واحد تسيد أنا مسا بحديك رجال عبزاب دينte برغيكسك تقول مليك أصلا انت تباهي من القلال أنا ها؟ ها؟ انت صديق ديري وقدت ضحقني ع طلبتكوا نقطتك جوج أنا أحطني فريق أسئلة للموني وخليني سيطرة أني كنصور ببرنامج واش كنا ن mobltpo خامك شونا ف stereotypes أعندنا هنأظم م أموراد الله يهديك pekس package يأھаетك الخير واش؟ المحي لنا أننا سوالك أسئلة تتعلق بحياتك الشخصية صراحة حياتي الشخصية دائماً أنا متحفظة عليها ألا شيء شوية إذا كانت أسئلة سطحية بحاجة العادي لك مرحبا وش عندك كاريزمة وشخصية قوية ممكن من خلالها أنك تنتقضي أقرب المقرابين لك نعم أملا أقرب المقرابين لك نتاقدهم أكيد نتاقدهم لأنه كان نريهم وما قد نفقهم إذا تعطينا تأشيرة ونبدأوا البرنامج بسم الله بسم الله ابتسام العروسي السؤال اللي محيرني طير النوم من عينيك هو واش أنت مجوجة ولا تطلقتي وليش تم حيارك ما نعشتش ومطير النوم من عينك قاني عليك مش حالة بتنعرف بتنعرف واش جوجتي وما زال بقى مطلقة بززز كترة الآراء وكترة الأسئلة دفا ابتسام العروسي بيش حميها ولا حميها بنت كصحافية كيهمك الخبر وشي قاني لا كيهمني الخبر وقاني على الخبر قاني على الخبر ما بشيش دماغك بعيدة من قاني على شي حاجة خبر لا 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 أنا رأى أنتقي المفردات نعم نعم كي عجبوني تطلق المفردات ما براهو عليك وي تطلقت ملك ملك مستوم طلق حلل أفغطوا الحلل ينظل طلق يعني ما كيعنيش أنك في جميع العلاقات أنا كنقول أسرية ولا الصداقة ولا في أي حاجة فالإنسان فاش كسلي كسلي واحد لأشرة وكل واحد كمشي بحاله لا دائع أنك تمشي وتنشر الغاسي ديالك ولا تتعرفي إذا الخيب ولا هذا فكيبقى هذك شي عندك إذن الخبر هو أن ابتثام العروسي مطلقة لاي كين مشاريع زواج بوعد شي كيخصني أنا كيخصك أنت بوعد نزعني ولا كيخص الجمهور ولا كيخص حتى أنا في الدومين وكنا عارفك بثاف عندك طلابات أنت من الممثلات اللي كتروا عليهم طلابات ديالزواج عادي في حل في حل أي ناس في حل إنسانة فاش كتكون حرة ديالراسة فاش كتكون مزواجة فكيكون عند عقدو ناس يعني كيخلوها فاش كتكون مطلقة فأي كترجع كأنها أنت من المستدع Bat goo فمشي ن perks يكونوا طلبات اللزواج دبتي أنك يطلقتي لا أقف ب jobs هذا كل مكتب ولاكي أمت كنت نسولك مع أنتي صديقة لي وكان عرفك ضايت نسولك حس سؤال شنو سبب الطلاق؟ انتا أنا صاحبي عبد الوحيد وصديقة لي انتي زي ما أنا كتبعيد بالعكس أنا قدر ندخل بخيط بيض ماشي العكس بلاتي هذا ماشي موضوع اللي جيت عندو اللي جيت علي باش نكون في كاف النالع باش صغل فرصة باش صغل فرصة في أسئلة اللي كتخص الحياة المهنية باش حاجة أخرى سبب كيف مكان ولو يكون مع صديقة ولو يكون مع أهل ولو يكون عملي فما غادش نهتر فيه ما كي خصدتش يحددش نسو نطلق ندوزو حاجة أخرى ندوزو نشوفو الزواج أنا على حساب ما سبعت في الإعداد قالوا لي يابي أن ابتسام العروسي حق رجل فوق العمارية ورجل فتغناج كيف شرجل فوق العمارية ورجل؟ يعني ملي كتخصي من التغناج كتشوي في العمارية ما فهمتش بمعنك توجي للعرز ما من عرز؟ دي الزواج كيفش تزواج؟ اطلقتي وهذا تزوجي هذا شي أخبار عندك ديالك انتا قل لي أخبار هذه أخبار يعني الناس بما أنني أنا في واحد الميدان اللي هو يعني مسلط الأدواء يعني الناس كيبقى عندهم إشاعات كيبقى عندهم أنهم شحواج يدخلون فيهم شوكوك فأنهم بزاف ديالحواج فكأن أعطيهم كل حق أنهم يعني يتمنون لي الخير واللي فيها الخير اللي يجيبها كين سواج؟ كيستعدي الزواج؟ حاليا أنا مستعدة للتربية الطفل ديالي مستعدة للأعمال ديالي مستعدة للأراسي ولو تكون عنديش حاجة فباعدة كل بوعدة للناس إن شاء الله إلا عرفوها غدا يعرفوها بحديثة إذن بتخليها الجمهور مفاجعة؟ قول اللي بغيت يعني انتا يشنو تقول قولو جاوب نعم أخينا نسولك ونجوبها نلا ما تقولني لا لا الزواج لا لا أطلق لا لا تشهد لا تشهد نسوني أسئلة يعني يعني في الميدان ديالي في النية يعني أنا جيتا لك مرحبا بك مرحبا بك أخي هكا كتخلي أنت الضيف ديالك يبدأ عندك أحد الأسلوب باش تبدأ تجر منه وخاء اللي كان بالأشيارة ماشي اللي كان أنا راب العكس أنا راب كنصار على المصلحة ديالك تصار القديالي نعرفك معا من جوجتي شقولة علموة يقول ليك حتى م على carr灵نت نصل لك علي نبقشي شمان وراrained الليش إعريت تعرف لوحا نصلوا لوحك جوجي هناك Där으انا رخيصة علينا أنت بınd شع Mad frequently عنديت أصدقاء ديالك الممكنش سالم سالم جغت مكواحة جوجي بيغدة نعرب شقولة علموة حmarkt لست مدهك ونيع أنت تحكي وانبي كما ر lucيت Tunic صارحة؟ صافي؟ ني بريتي صافي إعداد كيدون مش أسئلة بشكلها يالا ده بسؤال آخر ده بحربنا من هذا جينة هذا يالا جوبيني داباك الكاشف بينكو بالياميق يعلا علاقتك بالياميق ياميق سي موبتي فخير سي صديق ديل طفولة أو أخوه لكن شافوك الناس في البحر مع الياميق هذه غنية ديل الشغنية سبعة أولا دي جايبا من راسك ياميق صديق ديالي هو الزوجة دياله كنزاو كانت معكم كنزاو وشنو بخيتي هذا خبر مفيد لا هذا سؤال تهو مطير النوم منعين تهو مطير النوم منعينك لا لا ده غير طعلي يد بقيتم كتبوا جواد أنا فخورة بي هذا كأخ وصديق 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 ديالي الزوجة دياله صديقة وأخت وكنتمنى لي كل التوفيق في العمل دياله احنا كبرنا في نفس المدينة قرأينا في نفس اليسي أنا ويا دائما كنا كنت تابزو حيث نشوف شوية قبيعة قبيعة اليوم يا شوية قبيعة اليوم نعم لا أبوزو أبوزو نعم لا أبوزو لا أبوزو دوزل موضوع آخر موضوع دي الغزة كيفاش تقبلتين الأحداث اللي كانوا في الغزة؟ ما تقبلتش بحلقها الناس أنا فترة فعلا فترة كبيرة أما كنا درش ما كنخرش اللي غايزو سوسيو ولكن أكيد أنا كنا كنسبو هادوك الفيديوهات اللي كانوا كي يخرجو كنشوفوا الألام كنشوفوا الحرب كنشوفوا الدم كنشوفوا هادك شي فلا حوله ولا قواته إلا بالله ما ادناش ما غادي نديرو أيادي مكتوفة فأكيد كي يبقى فينا الحال وما عرفتش شنو هاد يكون بكيت تألمت كينشي حواجلي بالصح كتيرو على قولت الله كبارا شون تقولي ليا على غزة؟ هادي نقول الله ينصرهم يا رب الله ينصرهم اجتسام العروسي لاحظنا الغياب ديالك في مهرجان مراكش علش ما جيتيش؟ أنا كنت معروضة ولكن بحكم العمل ما قطرتش مش نعم كتصوري حاليا المسلسل بنت الحديد علش الحديد بالطب الزعمة ما فهمش؟ هذا عنوان دي المسلسل يعني السيناري سباتي نيوس فيه واخراج على أكابون يعني ما لقيتش نهار باش نمشي للمهرجان؟ ليش غامشي للمهرجان نخصو بخيباراتي ديالو حضور ديالو فلاش غامشي رابد مو ما ننشيش غير باش ندوز نمشي باش نحضر لي مستر كلاس نتفرج بأفلام يعني نشوف ليزاك تيفيد تلكين شي بالضرورة مرور مصابي للطب الزعمة يعني انتي ما بغيتش تكون عند غير إطلالة انتي بغتي تستفدي من الفعالية أكيد مهرجان فس الفعالية المهرجان هي اللي يعني أهم والإطلالة كتبقى يعني إطلالة هي شهجة اللي زوينة أخص الإنسان يتوز بعض نعم اوش بيني وبينكوش ما عندكش الوقت ولا ما رقيتيش في الإطلالة باش تباني؟ أه ربما ما عندكش الوقت في نطبري على اله لا انا ما مشيتش لأنني مشغولة بالعمل ديالي وبالنسبة الإطلالة فكين يعني أنا كشوف فنان مغربي فكيوقف عليها بوحد يجو ولا يخصوا يمشي ولا يخصوا يقلب مني لباس ولا يخصوا يشوفين غادي سايبل مايكاوب دياله ولا يخصوا يعني بغيما خص فيها في خدمك كتيرة قبل ما تمشي نعم اه يعني ذاك اللباس اللي كتبسنتو ما ديالكم؟ ماشي ديالنا كلا نلبسوا من عندي سيليس ديالنا كنشوفوا اللي ميكاوب أغتيس ديالنا اللي كننخدو يعني اللي كي سهروا الإطلالة ديالنا ولكي كين أني فوق يعني حنا اللي كنديرولي فوق أكثر حاجة نعم نعم يعني أنتم كمو متيلات معروفات غالبا كتتحرصوا أنك تكون إطلال لذيركم زوينة وموتيرة طبيعة الحال تكون زوينة ماشي بدر وغا تكون متيرة فالخصصة تكون زوينة لايقا بالمكان اللي انتغاديلي ما كتشوفي شبتيسة ما بزيف فنانز كي هتموا بالإطلال ديال اللباس وكي نسوي الإطلال للفنية يعني ما ما كي هتموش بزيف الفن لها يعني ما كتكونش مخصوم يهتموا كثار بالأعمال سينمائية وبالتمثيل وبالشب كل شيء يقلب بغير على الحويج وما يقلبوش على الفن لا أنا كتشوف بزيف ذي الناس اللي كحضروا ليزاك تفرجوا في أفلام كي بقوا في المهرجان ولكن أكيد أخصوهم يلبسو باش يمشو يعني على قواعد المهرجان وانتي قادتلي كتلقاوها أنتم كفنانات في المهرجان بالنسبة لكم كتأطرش عليكم كفنانات بحل دابة فنانة كتجي ملابسة في نظارة هي يلبزوين دايرا واحد فوق كبير وكتلقى يعني الكريتيك من عند الجمهور أكيد هذا الفنان أراه دائماً معرض الكريتيك ما يمكنش كل شيء يكون عنده رأي واحد في أنه يقرأ لبزيزوين أو متلتزوين خسكن متقبل الكريتيك تكون قابلوا ومتقبلوا ولكن حسن الجمهور خسو يعرف بأن هذك الفنان رادار واحد ليفوق كبير ويمكن ملقاش أشو يلبس ولا يمكن مشافه آخر لحظة ولا معرفة نعم نشوفوا إطلالة بعد الفنانات وتقولنا أنتي الرأي ديالك أنتي كفنانة مغربية معروفة نعم ماشي السيلي السنة كفنانة نشوف الرأي ديالك نشوف الفنانة فارح الفاسي أشبالك في إطلالة ديالك إطلالة جميلة جداً وستيلس اللي ملبسها كنا أعرفوه وجات معاها نعم نشوفوا فنانة أخرى نشوفوا مثلاً الفنانة المغربية بوشرة أهريش بوشرة أهريش بوشرة خسرت إطلالة اللي كتب اللي أصيلة يعني مخزانية مغربية يعني زوينة زوينة اللي لاقت بالقوام ديالها ولاقت بها فأكيد هذا رمز ديال الأصالة والقفطان المغربي والقفطان المغربي أكيد نشوفوا الفنانة المغربية صحر صديقي إطلالة موفقة لغربية زوينة يعني تغير على القفطان كل شيء يعني إطلالة كلها كانت زوينة موفقة فيها بالأكس زوينة بزف نعم ولكن كان انتقابات للصحر صديقي بزف لأنها قالت بانت بأن بوحد شكل ما أعجبش مثلاً بوحد ستيليست مانتيش خافة رضاً مانتيش مثلاً هذا قال لهم بأن الإطلالة ديالها غير لائقة شكون هاد ستيليست أنا ما عرفتشوش وأنا شخصياً ما شكون شكون هو قال لهم بأن الإطلالة ديالها خيبة أنا ما عرفتش داباش نوكن نشوف ما ما كيجبنيش نكريتيكي الناس ولكن الإطلالة ديال صحر كانت موفقة بالنسبة لي أنا وهو ما عرفتش ما عرفتش ما عرفتش ما عرفتش ما عرفتش شنو لابس ما ما نقدرش نحكم عليه ستيليست ما عرفتش حاجة أنا الصورة ما الله يوفقه ما ما كيش خدعي معنا كتلك شنو ضاعب الكريتيك عندو عندو القوام ديال هو أنا كتبالية هي لابسة مزيان من كيبالية هو ما عرفتش شنو لابسة شنو يعني ما بصح بكل صراحة نعم وش بلك في الإطلالة دياله هو ما 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 فهمتش فهمتش ما عرفتش ما عرفتش ما عرفتوش يعني تاش كنا هو يعني ما عرفتش شنو شنو كيدير مثلا ما عمرني اسم أسبيل ستيليست مادام سهولو في المهرجين هيكون معروف مالش أنا غادينا ماشي بالطرورة يكون معروف ما عرفتوش وشوش لابسة غوب ما كتباشي الصورة مزيان وش دير فيمشي هو ما فهمتش لا لابسة لا بسة غوب نحن ذا شعور غوب ديك كبطا حاربني أنا رواكec3 ما لابس غوب شعنو ماش نام لبسه انا قد كغولي رأي دير كي شكراً لكم جيداً، صح شو؟ أخي، ندوز، حيدو صافيا حيدو نشوف إطلالة ديال ثلاثة الفنانة اللي هو فركوس وسي بدريس الروخ ومحمد أخي نشوف رهما شي زي ما كنا نفق لعنهم فنانة ولا زملاء زي ما كنشوف كين يعني كين لباس لائق بسجادة والحمراء ديال المراكش وفي نوع من في تمغربيات وفي يعني الإفوغ اللي هو زويد احتكار الأدوار، في رمضان اللي فات بزيفة الناس وبعض الفنانين قالوا بتي سام العروسي احتكرت البطولة ديالوح المجموعة من الأعمال تقريباً ثلاثة أو أربعة الأعمال في رمضان واش؟ الفنان كي احتكر الأدوار ولا صدفة؟ ولا أنتي كتقصدي أنك تتخدمي هنا وهنا وهنا أو لا طلبات ديال المخرجين المنتجين؟ هو أول حاجة نقدر نقول لك كيفش تقبلتي هذا الانتقاد؟ طبيعاً حال وصلك هذا الانتقادات؟ وصلني بطريقة زوينا الحمد لله الثاني حاجة كان يعني كين يعني يدوزوا هذه الأعمال فما كيش عملك تقدر تصوره عمل مو عمل كيش عملك تقدر هذا الشيء كامل لكي تصور ربعة أو خمسة الأعمال فدفوا كنصوروا كنصوروا ثلاثة أسنين وكيدوز أعمال وأعمال ديال السنة اللي اللهجات كيدوزوا فيها كل شيء كين كوكو البناز كينديروا النية وكينا كينضروف وكينو حد مجموعة من الإعلانات تلفزيونيا أو إشهار الناس قالوا كيفاش وش كين غير تسام العروسي بعض الناس أنا لا أعلمين كيني بثاف ديال الفنانات والفناني اللي كيني معايا اللي نفسهم يعني كيني بأعمال خرى كيني بأعمال خرى كيني بأعمال خرى ما عنداش علاقة بضاهرة صحية مرادية عندا علاقة بأننا جوش القناوات عندنا أعمال اللي كتخدم فيهم اللي تنتع هم اللي بصدر دير رزقتيالك بندان هذاك العام كامل ولا هذوك العامين فإلى ما خدمتي شنو غادي تكلس كيفما الناس خدامين في يعني في شيء طابليتمون كيفما إحنا إدنا واحد للجوش قناوات وإدنا أعمال اللي خسنا نكونوا فيها لأنه هي المصدر اللي كن نقشو به فكيفما قدت لك نقدر نصور الأملي فات ويدوز والأملي فات ويدوز والأملي فات ويدوز بجوش في عام واحد كيفما يقدر يكون بزاف ديالحواج شو بخافة أنني نخدم أو لأنني نقلس ويقول لك مسكينة هذا أنا كنا نقدي لأعمال ديالي والنجاح ديالي ولا نقدر نقول لك يعني الجهاد ديالي هو اللي كي يجيب لي أعمال خورا هو اللي كي خلي الناس يشوفوني في أعمال خورا وهذا ما كانيش أنا غير أنا يمكنني أن الناس كي يسببوا الأعمال اللي كي تكون زوينة وفيهم أنا وفي دائرة فيهم وحدي موجود فكي يشوفوني هنا وهنا وهنا كي تقول لك أرى أدير بعض الناس أنا عارفك وعارف الدومان وقريب ليه مين الناس كيف يفرضوا عني أن ينسوا لك هذا السؤال كي يقولوا طريقك كانك يعونك أنا وش أنا أدور في هذا النجاح ديالك اللي وصلت إلي أنا دفع خدمة ماشي في أعمال واحد خدمة في أعمال الحمد لله بزاف اللي غدي تكون وبزاف للأعمال اللي قلت إليهم الله اللي ما موافقينيش وما جوش في الوقت ديالهم بحكمة أنني ملتزمة ما نقدرش نديرهم أنا كنت سفنانة يعني بديت في واحد في الفين واشرة وزواجي السابقة وزواجت الالفين وسبتعاش وعطلقت يعني الحمد لله أندي واحد للمصاري هو كبير فيه لوزين فيه رضاة الوليدة فيه كنزة في الدوار فيه نيضة في الدوار فيه شاهدة حيات فيه نهار زوين فيه بزاف ديالحويش فبتيسام كتتعمد على رأسها كبتيسام كتشتهد يا باشكينا وإنساني أنت نقونك نقونك ونقترحك أنت عندك بزاف ديالبراميش إلا ما كاش في الدكات تكملون تجي أداة كنعطيك غير افتراض من تالي ما كاش عندك وش ما تقول وش غتكمل بزاف ديالبراميش واشت تقولي إذا عمل فن ما فيش الواسطة كنت دول نشوف الواسطة تكون ولكن استمرارية لا استمرارية لا حيث كنشوفوا بزاف ديالناس كيديروا اللوبة كيديروا الخطوة ولكن ما كنا عودوش نشوفوهم فكيب ما كنت لك خاص يكون عندك ما تقول خاص يكون عندك الجهاد وتكون يكون لا ديسيبلين احترام العلاقة الجيدة يالك تخليك أنك تنجح في العمل ديالك ندلم حكو واحد تحدي أنا بغيت نصدمك وبغيت نشوف القدرة ديالك على التمثيل انتي مو بتي لابارعة تقترح ولك واحد مجموعة من الأدوار ونجحتي فيهم وبزاف الناس كيقولوا أنك شديتي الناس بالحزن وبالدموع خصوصا في كين وظروف ودوك الدموع كتديروا واحد برودوي باش تبكين أنا من الناس اللي ما عمرني كتستعمل برودوي حيث ما غيعتينيش لابروفوندور ما غيعتينيش الإحساس ما غيعتينيش تشعب كين ممتلات كيديرو كين اللي كيديرو أكيد كين اللي كيديرو ورمبرين حينا راسهم أنا را كن بشي كنت خلف في الدور وكنا كل من من الأعصاب ديالي وكنا إيشو وكنا بكد بالصح تكمشي دي فوا يعني عينية من فوخين ومشي بوكاء مشي مأيار ديال تمثيل اللي مزيان مشي مأيار هدا ولكن إلا كان البوكاء مع المشهد مع لابروفوندور مع الصوت مع بزيف ديال حواج فأكيد غات هتكو نعطي تشعب ندير معك واحد تحدي إلي هو نحاول نعطك واحد دور ونلعب معك ونشوفك واش هتقدري تجوبي معي وتأثري نحي دتك تضحكني لك شيرش مالا هكا تأثري شفية دوك جيس بار بتي سامنا عروسي أنا جيت باش نتدي ولدي اللي سبع سنين هادي وانا كنا نجي لي باش نتدي وما يبقاش لك هنتديه معي هداك الولد ديالي مشي ديالك أنا اللي تكرفزت عليه وخسرت عليه فلوسي والله لا تتيتي ولا أبقى لك من ورا هات سبع سنين هاتشي اللي جاي باش تقول ها؟ شو كولي ولد الدري شو كولي طربتها مارع لها الدري انتا؟ شو كولي كلشوكة لها الدري جوبني انتا؟ شو كولي مني كان كيكون مريد كيصهر اللي يالي حدا وش انتا؟ شو كتسيل في؟ شو كتسيل في؟ أنا اللي ربيته، أنا اللي خسرت عليه الفلوس شنو خسرتي؟ شنو خسرتي وقتك؟ ولا الخروج اللي قتيك تخرج؟ شنو خسرتي؟ شنو خسرتي وشي سيطربتها بتزوجها؟ حقي شنو اللي ما حقك؟ شنو اللي من حقك؟ شنو اللي من حقك؟ هادك ولدي هادك ولدي آنك يا عربني آنك هادك ولدي هادك ولدي هادك ولدي كمان بغيتي؟ كمان بغيتي؟ ودابا ما كنخوطش هادك ولدي كي؟ ولدي كنتي غدشوف واحد الوجعه آخر لي قسمها مع الأرض ولدي كنتي غدشوف واحد الوجعه آخر اللي معماركشتي ولكه ناتشي كيسيلو كيسيلو على ولدي شيالوتك أنت تخطر أنت غلط غلطي لأنا لا تكون غلطة لأنا تيسام برافو عليك أنا بحرتي كما بحرتي الجمهور المغربي كيفاش كتخرجي هاتشي ما فهمت شارب المبزاد لا هذا أحاسيز لنت حتاتيني شخصية حاولت نحس حاولت نحس ودخلت الشخصية ما في حياتي العادية والله العادي مأمني وأكثر صدمات وأكثر الحويج اللي كيكونوا مضرة ليا ما كان مكيش بغيت نخرجك من هذا الجو وندخله شي جو آخر بغيتك تقلدي لي شي فنانة مغربية مثلا نقول كنا شي سمية باغازا واش تقدري تقلديها غير باش نضحكوا شي شوية ونخرجك من هذا الحزن مثلا نقول لك سحر صديقي سحر صديقي مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بك مرحبا شحنا بدك من الفرصة في الحياة ماديش فرصة تانية أنا لما كتيش وادك في الفرصة الأولى الزق الماء تحيا لصحر صديقي كوكو صحر شكونا هو اللي تفضليه يكون معك في عمل فني واش أسامة بستاوي عمر لطفي ولعد إله رشيد أسامة بستاوي نعم أسامة بستاوي كتحسي بأنه ممكن أنه يكون محدديه معك خدمت سانه وأسامة كان يعني كل شغال مع هزوين كان العمل مع هزوين كان الجي هزوين من عندي من عنده عنده ليكوت عنده البغطاج عنده اللي يجينيغ يعني فيمسي حتى الفنان خاصوا يكون معطا ما هذا ما كانيش أنه الفنان أخرى اللي ذكرت لأسما دي وكينو لهم كل احترام ولكي كنطار على بغطوينيغ في العمل اللي كنحسب راسي كنتحاك كنلقاب كنعطيه كنعطيه لبال كيرجع أهلي تاكو تاك فأسامة أسامة شحيم العملية جميل درتي أنا بدتي المسيرة الفنية ديالك قطعا نقول لك واحد مئة وخمسين مئة وخمسين يعني كلهم على مستوى الوجه أو ولا الجسد أنا أصلا ما كيناش أنا مش هي أنا نعم يعني درجة أنك ما بقيتش نتي هي لا أنا مش هي أنا حتى بدلتي بزار مؤخرا في السنوات الأخيرة مقارنة مع قبل بقى شنول يتوقع وشنول يتوقع مئة وخمسين عملية على مستوى شالوجه لا دي ماسك عندي في الطار مش هي تجميل كنت تلعبي شخصيات كل مره كل مره وجه أنا ما ديراش مش هي كنقول أنا ما ديراش تجميل أنا إنسانا كنهتم براسي مش هي دائما أفو كنهتم براسي كأي امرأة كأي أونسة مع أملية تجميل ف يعني أتحدك يعني شح يحدي يقول لك أنا نفخت لها حنا أنا عدرت لها فمها أنا هدا كنت تبادي فيتامين كنت تدير دي سوان فوالا دونك سابعت ندير بوتوكس مثلا في الفرن ولكن جو برافق ماشي في هدلوقيت هذي لأنني كنبغي اللي كنبغي لكريماز دي يبقى كما هوم ونبغي لوجه دي يبقى كما هوم إذا أنت لحد الساعة بيو ما كيش جميل ما كيش أنا أنا يعني مثلا نقدر نقول لك يتبدل ماكياج فوجي كي تبدل يوجي كن بدل لكوب كن تبدل فيعني تغير كن ضعاف كن ضعاف وجي من لكي تغير بزيب بالماكياج كي تغير بزيب دي الحواج ولكن يعني كن رحمة الله لخلاقة دي الله سبحانه و سعلا وش وش بسهولة كتسامح في حقك لا مش بسهولة كتسامح في حقي ولا سامحت في حقي شي إنسان فيعرف بأنني صافي مقشكي يعني نكاح ما زالك كان عندي معكي أخذ وعطاء وفزاف دي الحواج فباقي كن ميدر ولكن لسامح حقي ما صافي كنخليك بكل شي لك دي اللي بغيت يدي بحث احنا ما هي ما كان ش هنا باش ندير ولعين ولعين والسن وبالسن وبادي أطلب إلا هاجمنا الشر شنو شنو غادي نستفدو ما تبقاش الإنسانية قاع كتحسي برازك مطلومة كن كن دلمراسي مش دائمة كن كن دلمراسي تنتيب خبيزك لا بذلك كن دلمراسي بإختياراتي ولا بشي حاجة اللي أنا ما يعني ما تعلمتش منها من الخطأ اللي ما تعلمتش منه فشلت وعودت فأنا اللي ضلم راسي مش فيكتي تبغي تكوني ضلم أو مظلومة بغي تكون مظلومة حتى أنا كنجلد دات الدال نشي كنقول لأنا أنا برنامج وركاء أنا من ناس اللي كنجلد دراسي بزد فجو بخافة غنكون مظلومة المعاطية دي الفنانات نوعيك فيها المعاطية دي الفنانات أنا أنا الفنان كي جيني فنان خاصو يبقى في واحد صورة مثالية صورة اللي يزوينا اللي كنعطوها الناس دائما كنبانو الجمهور في واحد في تلفازة وكندخلو عنده وكنفور دراسنا لي في تلفازة فوليداتهم كيشوفونا الناس يعني كيتيقوا فينا كتكونوا واحد المستقية كنوصلوا رسائل مني غيو وغيو تبدا التعاطى شنو غيو تستخدم وتتعاطى مع واحد الإنسان إلي جتي التعاطى ما غيتسال رسائل هذا ما نحن 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 س نحن 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 إشاعة. واش ابتسام عروسي كتفضل الصمت وما تدافش على رأسها ولا تبقى تخلي الأمور هكا؟ اه ما كان فضل انا كلاسي بنادم يعني كلاسي. مجموعة سعر؟ أنا واحد الوقت كان عندي. حتى رأيت على ابتسام عروسي واحد إشاعة وما دافعتش على رأسها يعني ذلك إشاعة كتكبر؟ لا أنا كان عرف ندافع على رأسي مزيئا والحمد لله كما قلت لك أنا بخطيج يا رأسي والناس كيعرفوني وعرفيني ما كانت فنان اللي طلق إشاعة فماشي فنان ماشي فنان حتى بالنسبة لي الفن لانوبلاز يكون يكون راقي ما يتعطاش يعطي واحد المثالي هو زوين ياخد حقوب ايده ولكن شي حاجة يهضر مباشرة نقاش لكومنيكاسيو ما بغاش هذا الانسان ينقش معك حطوه سطال بالله تقرقيب مني تشعل الكاميرا يلعب مع اي اخويا يلعب جدي كيفما كان غادي لعب مع احد هو البيخصوناج ماشي لا بيخصون كان عملوه كالبيخصوناج كالشخصية اللي كان في المسلسل ما يصافي كان حط الانسان سطال بالله تقرقيب بحل بزاف دي الناس عدي بزاف تسطولة اللي تحطوه ما بقيتش نعم يعني حطيتي بزاف دي السطولة حطيت بزاف دي السطولة اه وش انتي حاسي براسك؟ نا انا ما حساش براسي نقدر نقول لك اكثر الناس اللي باقى بنفس الشخصية بنفس بزاف دي الحواج ممكن بدلش وجيه يا انا ابتسام العروسي عند مودي الأعمال ولا لا؟ عندي ولكن ماشي في جميع الأعمال نا لكن يعني ماكنخدمش في جميع الأعمال يعني كتخدمي في الاشهارات مشي بالاعمال في النية نا تقريبا شنو تفضلي الشهرة؟ ولا المال؟ المال هم؟ المال ولكن رب الشهرة كتجيبي المال نا كأجيب لك الله المال والبنوزي حقيقة ا اه اشوف اه الشهرة سيفدوا حدين كما كنقولوه كين بتسافدي الحوايش ما كتخليكش على راحتك كتقدر تضرك وتقدر ما تكونش بتسافد منها ولكن كتتسافد من الحب دي الناس كتتسافد منها كتحلك بيبان كتحلك بتسافدي الحوايش يكونوا عندك المال و تخلصوا و تكونوا مشغور نعم بيلاقيك مليار متعتاز لي الفن من دابة أنا هاتك جوجت المليار و أطنياتي سعر إذا الفلوس موجودة؟ لا ما موجوداش الحمد لله ما ادناش ما خصناش وصلنا للسؤال أخير و الموتير كنعطك سؤال كتقرأي ابو حدك إلا قدرتي تجوبي عليه كنكشفوه ما قدرتيش كتنزاه لي السؤال هو شو بخيفة نخليك نخليك عينيك طائرة من النوم اللهم كانت معكم عروسة تشخيص في المغرب تيسام العروسي السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر